موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين متابعي قناة المصلية الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الطبيب والناس الذي يعرض على حضاراتكم الأوقات مال إن شاء الله ستثبت بعد رمضان شوية كان تقديم وتأخير في الأوقات نحن بهذه الحلقة من الحلقة التي قبلها قد أكملنا تقريبا ثلاث سنوات من تقديم البرنامج والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى أنهم مستمرين في تقديم معلومات صحية توعوية طبية مفيدة للمشاهد ثلاث سنوات والفضل لله سبحانه وتعالى ودعواتكم مستمرين بهذا البرنامج لا تنسونا المصاعدة نقول ابنها البرنامج بالبداية أدعو زملائي زملائي طبيبات الرغبين بالمشاركة أبواب البرنامج مفتوحة للجميع نتعاوم لتقديم معلومة مفيدة للمشاهد ونحاول نقلل أو نحد من العادات والأساليب الخاطئة في العلاج وفي مفاهيم كثير من الأمراض والحالات موضوعنا لهذا اليوم موضوع كثير الناس تسأل عنه وخصوصا النساء يجون يراجعون أنا عندي هذه الحالة وهذا السبب مالتها موضوعنا هو فيتامين دي عندنا فيتامين دي دي ثري وعندنا دي واحد ودي ثين ودي ثلاثة فنحن حبينا نمضح بعض المفاهيم والمعلومات الخاطئة اللي كثير من الناس عدها معلومات غير صحيحة بخصوص هذا الموضوع نقص فيتامين دي طبعاً هو مهم جداً لبناء العظام نحن نأخذها بصورة مبسطة أنه الموضوع يعني المادة نستفاد منها فيتامين دي نستفاد منها في أنه تمتصل الكاليسيوم وترسبه في العظام فنحن نجي لي الفوائد مالتها طبعاً يعاني كثير من الناس يعني عدها غير قليل من نقص فيتامين دي تقريباً أربعين بالمئة من الأطفال يعانون من نقص فيتامين دي وما تقريباً ستين بالمئة من الكبار يعانون من نقص فيتامين دي وهي يعني مشكلة لأنه هذا راح يأثرنا على كثير من فعاليات الجسم وعلى كثير من الأمور اللي استفاد منها الجسم فيتامين دي هو من أحد العناصر اللي يحتاجها جسم لبناء عظام صحية والحفاظ عليها ليش؟ لأنه الجسم مثل ما قلنا لا يمكنه امتصاص الكاليسيوم واللي هو المكون الرئيسي للعظام يعني كاليسيوم نحن بضبط مثل ما نقول نجي نعمل صبة هذه الصبة نخلي بها سمنت السمنت هو العامل الرئيسي للصبة فنفس الشيء بالنسبة للعظام العامل الرئيسي لتكوين عظام قوية ولازم يكون أكو كاليسيوم هذا الكاليسيوم إذا لم يوجد العظام ستكون تعبانة رقيقة قابلة للكسر ممكن يصير عندنا ألم أيضا عند الإنسان ينظم فيتامين دي أيضا الكثير من الوظائف الأخرى بخلايا الجسم وتدعم كذلك خصائص المضادات للالتهاب يعني يفيدنا أنه مضاد للالتهابات وللأكسدة والوقاية للأعصاب ويعزز من الجهاز المناعي أيضا للجسم طبعا مضائف العضلات يفيدنا نشاط خلايا الدماغ أيضا يفيدنا ولهذا النقص بهذا الفيتامين يعملنا مشاكل كثير رح نرجع له ممكن فيتامين دي ما موجود فيه كل الأطعم ولكن أكو أطعم يكون موجود بها ممكن الحصول عليه من الحليب المعزز ممكن من حبوب الإفطار المدعمة من العناصر الغذائية الأسماك الدهنية اللي هي مثل السلمون والماكرين والسردين هاي بها فيتامين دي الجسم أيضا ممكن ينتج لنا فيتامين دي إذا تعرض إلى الشمس يعني جسمنا ممكن ينتج أيضا فيتامين دي في حال تعرضه للشمس ولهذا نقول دائما أنه خلينا تعرض للشمس هذه بها فائدة لنا رح نجي على أكو فترة معينة لازم نعرض بها للشمس طبعا تعتمد كمية فيتامين دي اللي ينتج الجسم يعني اللي تعرض الجسم على كثير من العوامل مثلا إحنا الوقت اللي نتعرض به للشمس مهم جدا الفترة اللي نتعرض بها للشمس مهمة جدا وكذلك إذا كنا خلينا دهونات أو ما دهونات الموسم أيضا لأنه شعة الشمس مثلا موسم الصيف تكون عمودية أكثر من موسم الشتاء ولهذا الوقت يأثر على تكوين فيتامين دي الفترة يعني وقت التعرض للشمس والموسم والفترة المحددة للتعرض قد يخفض يعني فيتامين دي بالشتاء ممكن أنه ينخفض طبعا المستحضر الواقع ما الشمس اللي يستخدمون ومن يطلعون بالسفرات يفيد أنه القسم من الناس اللي يكون عندهم تحسس الشمس ولكن هذا هم رح يكون طبقة عازلة تقلل من امتصاص الفتامين دي طبعا بالخارج يعني الحمد لله فضل الشمس مالتنا تقتل قتل يعني الصيف مالتنا انتقام تقف بالشمس تقف لك دقيقتين تشتعل رأسا يبوخ ولكن طبعا بالخارج ما عندهم هذا الشيء فالشي يعملون يرجعون إلى أنه يطلعون على الأماكن التي بها الشمس حتى يعرضون جسم لأنه بينه فائدة كثيرة الكثير من كبار السن ما يتعرضون للشمس وهذه مشكلة احنا نلاقيها اوشا قاعدين بالبيت ما يتحركون ما يطلعون او حتى إذا عاد يطلع للشمس توشع لابس الغدن وتقول عبالك دذوبون بالشمس عبالك ثلج ودذوب ولهذا يعانون من نقص فيتامين دي صعوبة أيضا بالامتصاص يصبح عندهم طبعا الطبيب من يشتبه مريضا أنه عنده نقص فيتامين دي الأفضل أنه يعمل فعص المريض أيضا يراجع طبعا استعخدام المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامينات هذا مهم جدا حتى لو كان بها يعني دور عليكم بها فيتامين دي ولكن بجرعات محددة نحن لا نأخذ بجرعات كثيرة لأنه الزيادة كالنقصان ممكن يصعدنا التسمم إذا استخدمنا فيتامين دي بجرعات عالية أكو جرعات محددة بها يوميا للإنسان بصورة عامة أكو جرعات ثابتة ممكن أن نحددها للإنسان مثلا الأطفال من حد إلى حد عمر سنة يأخذ أربعمائة وحدة دولية من عبر السنة إلى حد يعني من السنة إلى حد السبعين سنة يأخذ سبتمائة وحدة دولية إلى أكثر من سبعين سنة ثمانية وحدة دولية الوحدة هذه أشياء ننقيسها الحبوب والقطرات هي مكتوب عليها المشكلة وين أنه قسم من الناس يأخذوها بدون استشار الطبيب فتكون تركيز بها يختلف من قطرة إلى قطرة يعني أكو قطرات بها بكل قطرة موجودة أربعمائة وحدة فالأطفال ننطيهم أربعمائة وحدة فقط قطرة وحدة أكو قطرات لا كل عشرين قطرة بها أربعمائة وحدة هاي نقطة مهمة لازم نميز بها يعني المرضى يأخذون جايبين قطرات دكتور هاد ننطيهم مننا قطرتين يبا ما يخاف أنت قطرتين انت كنت حسبت أشكت بها المشكلة أنه قسم من اللي يعقين بالصيدليات يعوف أنه هاي قطرة ديتي بس مرات يأخذها بدون استشار الصيدلي أو ينطينه هي الشخص الموجود فما يحدد له الجرعة اللي يحتاجها على الأطفال تحت عمر سنة ننطيهم أربعمائة واحدة دولية منيج viene من بعد الشهر من عمر يوم يعطي أربعمائة من يوم كانت الأ узнаبين الى ان يصير عمره سنة من بعد السنة سنة geraена الى حد السبعين سنة من بعد السبعين سنة ننطيهم ثمانئية واحدة دولية طبعا التنوي الفيتامين د مفيد جدا وممكن يقين من الكثير من الأمراض أو يساعد على الحد من الكثير من الأمراض مثلا عندنا مرض السرطان شافاكم الله وحفظكم الله من هذا المرض تتبين النتائج المتعلقة بفوائد فيتامين دي في الوقاية من السرطان لذا يعني أكو حاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات لإثبات احتمالية أنه فيتامين دي يأثر يعني أكو دراسات تقول يأثر أيضا بينه ولكن الحمد لله موجود في فيتامين دي يأكو مكملات غذائية يعني إذا كان نقص كثير ومستمر ممكن يصير عندنا إثرابات في العظام الوراثية يعني نقص فيتامين دي أشي رح يصير عندنا رح يقلل من مثلا عند الأطفال يقلل من غلق نهايات العظام نهايات العظام ما تكون ملتصقة مع العظم ليش لأن هذا العظم يظل يلمه فإذا كانت مزدودة رح يتوقف النمو ما يتوقف الطول فيظلون قصر ففيتامين دي نحتاجه أنه حتى زيادة نمو العظام ممكن استخدام فيتامين دي للعلاج من الاضطرابات الوراثية في وظائف الجسم عن طريق عدم القدرة على أنساس ومعارجة فيتامين دي مثل أكوناس عندنا نقص الفوسفيت العائلي هذول أيضا يحتاجون إلى فيتامين دي فيأثر عليهم ممكن وجدوا أنه هو تأثير في التصلب المتعدد عند المرضى احتماد على المكالمات الغذائية التي تحتوي على فيتامين دي يحد من خطورة الإصابة بهذا المرضى طبعا هذا مرض مصيبة يعني يصير تصلب بالأعصاب عند المرضى حركتهم تكون ثقيلة تكون صعبة فإشقاد المريض وجدوا دراسات أنه يستخدم فيتامين دي ستحد من خطر الإصابة بهذا المرض طبعا الإصابة بهذا المرض مشكلة من أن تصير العلاج ما راح يكون صعب فإحنا الوقاية خير من العلاج ونرجع ونقول أنه حتى إذا أخذنا فيتامين دي لازم نأخذ بالجرعات محددة ما نأخذ بكيفنا وهو يقول لك خذ فيتامينات ما ظهر شيء لا الزيادة كان نقصان إحنا من نأخذ شيء يعني زاد عن حدهم قلب ضدهم مثل ما يقولون يفيدنا أيضا بلينا العظام عند الأطفال نوشع أطفال الذول يكون قسم إنهم وجدينهم مقوصة أو إنهم مالتهم ضعيف أو يصير عندهم تعب نحول لهذا نستخدم مكملات غدائية تحتوي على فيتامين دي لعلاج مرات حتى البالغين اللي لديهم نقص حاتف فيتامين دي وهذا النقص يعني إذا صار فيتامين دي يؤدي إلى فقدان المواد المعدنية بالعظم وألم بالعظام ضعف العضلات ليون بالعظام توشع يصير ألم نحول خمول ممكن يصير عندهم ممكن أيضا هشاشة عظام يصير أكو دراسات تقول إن الأشخاص الذين ما عندهم قدر كافي من فيتامين دي ممكن أن يصير عندهم هشاشة واللي يأخذون قدر كافي من الفيتامين دي والكاليسيوم في نظام الغذائي ممكن ما يفقدون كثافة العظام يعني تساعد على بناء عظام قوية ساعدهم بذلك طبعا في الوقاية من هشاشة العظام كما تقل من فرص إصابتهم بالكسر إن هذا منصا عنده يعني أشو نقول كثافة العظام تكون قليلة يكون مهيئ أنه يصير عنده كسر تخشع نتيجة أي طخة يصير عنده كسر وهذه نوع شعب أكو كثير يعني عدد غير قليل من المرضى تخشع لك أنا بس سنطخ تنكسغ يعني أنا عرف مرضى طخة بسيطة صير عنده كسر طبعا إذا نرجع للتاريخ العالي لا متعرضي للشمس تغذيتهم تكون غير جيدة ما يلعبون رياضة الأكلات مالاتم ما بيها كاليسيوم ما بيها مكملات غذائية ما بيها فيتامين دي من الأمور الأخرى اللي يفيدنا بيها فيتامين دي هو بالصدفية طبعا استعمال فيتامين دي أو مستحضر موضعي يحتوي على مركب فيتامين دي يسوي يعني يسمينه كاليسيو بوترين يحافظ على البشرة من الممكن أن يعالج الصدفية ولكن ماك للصدفية أكو أنواع من الصدفية الويحية لدى بعض المرضى هذولي ممكن أنه استخدامه للفيتامين دي يفيدم وجد أنه يقلل من الإصابة بهذا النوع من الصدفية نأخذ فاصل قصير ونعود بإذن الله موسيقى عدنا إليكم أعزائنا المشاهدين لتكملة حلقة هذا اليوم برنامج الطبيب والناس موضوعنا هو فيتامين دي مثل ما ذكرنا موضوع هو مهم وكثير من المرضى يعانون منه من ضمن الأمور الأخرى اللي ممكن يأثر عليها فيتامين دي اللي هي الكساح اللي نشاء عد الأطفال يصاب الأطفال بهذا المرض طبعا نتجة نقص فيتامين دي ويمكن أن يؤدي استخدام فيتامين دي كعلاج غذائي أنه يقلل من الكساح عد الأطفال والعلاج ماته هو أنه يطيم أيضا فيتامين دي بصورة عامة هو آمن ولكن إذا استخدام نانو بجرع صحيحة طبعا بدون فيتامين دي يمكن أن تصبح الإعظام رقيقة ونحيفة وهشة قابلة للكسر مثل ما ذكرنا نقص فيتامين دي كذلك مثل ما ذكرنا يأثر يعني ممكن يؤدينا إليها شاشة عظام إذا كنت ما تحصل على القدر الكافي من الفيتامين دي من خلال ضوء الشمس أو المصادر الغذائية ممكن أنه تحتاج إلى مكملات غذائية طبعا من ضمن العلامات الأخرى اللي ممكن يشكي منه المريض مثل ما تعفونا إحنا قدنا فيتامين دي يساعد على يمتساصر كاليسيوم وترسيبه بالعظام أشغح يصغي يعد المريض غح يقال عنده الكاليسيوم فممكن علامات يصغي عنده أعراض نتيجة نقص الكاليسيوم اللي هي ممكن يصغي عنده نحول، تعب، ألم بالمفاصل، تشنجات تغشع العضلة مع الغجل الخلفية بالعامية يسموها الكرشة يصغي بيها تشنج بالليل يصغي عنده تشنج بيها تغشع يقعد عبالك كابوس كنجانو ممكن تنمل يصير بالأطراف بالأصابيع، صابيع القدم، صابيع الغجلين ممكن خدر أيضا يصير عنده المريض ممكن يصير عنده تشنج بأصابيع أيدينا وتغشع أصابيع أيدينا ويصير هالشكل ممكن يصير نوبات صرع وهذه طبعا نقطة كل شيء ما لازم نتابعها اللي هي من علامات نقص الكاليسيوم وهذا قسم من الأطفال اللي يصير عنده نوبات صرع أثناء هي مصغر نتشيكلن بفحص مال كاليسيوم فعلامات نقص الكاليسيوم ممكن تشنج بالأصابيع الإيدين يصبح الشكل تعكف الإيدين تشنج بالعضلة مع كرشية الغجل خدر تنمل بالأصابع بأطراف الإيدين أو الغجلين نحول تعب تشنجات مستمرة سببها ممكن نقص كاليسيوم اللي هو سببه أيضا عدم تناول فيتامين دي مثل ما قلنا يتميز فيتامين دي بأنه آمن بشكل عام في حال تناوله بجرعات مناسبة لكن يمكن أن يسبب تناوله بجرعات كبيرة أضرارا متعددة طبعا الأطفال تتراوح أعمارهم بين تسعة فما فوق والبالغون والحوامل والمرضعات مثل ما قلنا يأخذون أكثر من 4000 وحدة دولية في اليوم فيتامين دي يشعرون بما يلي يعني يأخذون أكثر من 4000 وحدة دولية يعني مثل ما لك أنه آمن ولكن استخدامه بكميات كثيرة هاي تكون خطرة هسا أكو حبوب أكو كباسيل إذا إنسان ما عنده نقص فيتامين دي لازم يعمل فحص ما يسري يأخذها لأنه يأخذ الجرعة اللي يحتاجها يوميا اللي مثل ما ذكرنا 400 وحدة أقل من سنة و 600 وحدة بين السنة والوحدة دولية بين السنة إلى 70 سنة وأكثر من 70 سنة 800 وحدة دولية أكو كباسيل أكو علاجات هالساعة بيها 5000 و بيها 10 ألاف و بيها 50 ألف و بيها 25 ألف هذه طبعا استخدامه بكثرة راح ممكن تؤدي إلى تسمم فمن العلامات اللي ممكن أنه المريض يصل عنده تسمم فيتامين دي ليا مثلا ظهور طفح جلدي طوشعة تطلع عنده طفح بالجلد شعور بصعوبة بالتنفس يصل عنده نهيج ماتق جغنفسه ممكن وجع بالصدر ظهور تورمات بالوجه وجهه أنه ممكن أنه يصير تورم عنده بالوجه إصابة بألم بالصدر مثل ما ذكرنا صدقه يقوم يوجعه إحساس بطعم المعدن بالثم يحسط طعم غريب موجود بالثم إمساك قبض يصل عنده إصابة بالغثيان لعبان نفس يغيد بس يتقيا ممكن صداعص عنده تقيق مستمور غثيان مثل ما قل نقي ضعف الشهية وفي قدان الوزن أيضا واللي هذا توشعك وقسم يجعون مرات مانعوا في التشخيص ما لتمشنوا والله أنا ما أخذ مكملات غذائية يا بأم مكملات غذائية ما لتك أشنو هي كنغاح القاعة أبو القاعة قال لي معاوة دخل كالشي أنت ما يضراك يجعون مشاكبهم أو صديقتها أو قرايبة أو معاوة شنا والله قال تدخلي معاوة هذا الشميضر وتجي مرات أعراض مريض يشكي منا نعزى إلى هذه الأشياء أن نأخذ مكملات غذائية ما مسموح بها ولهذا دائما نقول الله يحفظكم لا تأخذون أدوية أو علاجات بدون استشار الطبيب هذه المكملات مثل ما هي بها فلا هي بها مضار بالضبط مثل ما نحن حاجة الجسم مثلا لترين إذا شغبنا خمس سترة رح نتأذى منه نفس الشيء الأكل أنت رح تأكله إذا كنت جوعان تستفاد منه ولكن إذا أكلت أكثر من طاقتك ممكن أن تتأذى منه كذلك الأدوية والمكملات الغذائية استخدامها بدون استشارة الطبيب هذا خطر وممكن يؤدينا إلى مضاعفات تجي المرة هي أنها كله قيعد يميسك الموبايل على الإنترنت والغجاء كذلك من نفس الشيء والله غجاء أتوجعني غاحد أخذت لها قالت لأخذي هذه المقويات أخذت المقويات وتجي معدتها ومشاكل كلها من المقويات التي هي الأفضل تلعب رياضة أفضل ما تأخذ هذه المقويات إذا كانت ما بحاجتها مثل ما ذكرنا إمساك ضعف وهان يصير عند الإنسان إحساس بالتوهن مشاكل في عدم انتظام ضربات القلب هذه المشكلة هنا إذا أثرت على القلب ممكن حصاد حصوى بالكلة يصير عنده وليسنا دائما نقول أنه المريض نعمل له فحص للفيتامين دي ونعمل له فحص للكاليسيوم إذا كان طبيعيا ما ننطينه لأنه الزيادة كان نقصان ممكن تفاعلات مع غير أدوية من ضمن التفاعلات اللي الفيتامين دي ممكن يعني يتفاعل معها هو الأدوية اللي بيها ألمنيوم طبعا هاي تساعد تحد من امتصاص الفوسفات اللي يحتاجه الجسم الألمنيوم يمكن استخدامها في ارتفاع مستويات الفوسفات أيضا مضادات التشنج طبعا تعمل مضادات التشنج مثل فينوباربيتون هذول اللي ننطينهم للأطفال اللي عندهم نوبات صرع يقلل من امتصاص الكاليسيوم أيضا الحبوب اللي مالدهن الأتروفاستاتين طبعا تناول فيتامين دي يمكن أن يؤثر على طريقة استدابة الجسم لهذا الدواء فيتامين دي يؤثر على الأدوية مالدهن اللي يتعالج الكوليسترول ينبغي عدم تناول فيتامين دي مع دواء الصدفية هاي نقطة كلش مهمة ممكن اثنين ومزيد من خطر زيادة البالغة للكاليسيوم في الدم يعني زيد نسبة الكاليسيوم بالدم الزيد ممكن تعمل لنا حصايا أو مشاكل بالكلام الكوليسترامين ممكن يؤدي تناول فيتامين دي مع هذا الدواء الخافض للكوليسترول أيضا العلاجات الأخرى اللي تأثر هي الديجوكسين ذلك نستخدمها عند المرضى اللي عندهم عدم انتظام ضربات القلب أو عندهم مشاكل في كهربائية القلب وفي ضربات القلب ينبغي اجتناب تناول جرعات فيتامين دي مع هذا الدواء المخصص راح تقولون أش وقت ما ناخده بنفس الوقت مثلا ويحل صبح اللي ناخده بالليل يمكن تسبب جرعات عالة فيتامين دي فرض كالسوم الدم والذي يزيد من خطر مشكلات القلب المميتة مع الدجوكسين يعني ممكن أنه يكون مميت ممكن لدينا علاج اللاخ اللي هو الدلطيازين هذا نستخدم للضغط ويضا ينظم ضربات القلب اللي هي مثبتات الكالسوم النوع الاخر اجتناب تناول جرعات كالسوم مع هذا الدواء الدلطيازين عندنا الأدوية اللي تستخدم لتقليل الوزن اللي هي مثلا هي أورلستيت بالاسم العلمي مالتا الاسم التجاري كثير مالتا تؤدي تناول الدواء لخسارة الوزن تقليل امتصاص فيتامين دي المدررات مثل هايدروكلورثيازايد يؤدي تناول أدوية تضغط مع فيتامين دي زيادة خطر إصابة فرطة كالسوم كلها تعمل زيادة بالكالسوم الاستيرويد أيضا اللي هي المسكنات الاستيرويدات العفو يمكن تناول أدوية مثل تقليل امتصاص الكالسوم وتعطيل معالجة الجسم بفيتامين دي هاي نقاط كلش مهمة ناخذ فاصل قصير ونعود بإذن الله عدنا إليكم أعزائي المشاهدين لتكملة حلقات هذه من برنامج الطبيب والناس مثل ما ذكرنا أكو أدوية تأثر على فيتامين تتفاعل مع فيتامين دي مثل الملينات أيضا الملينات والمنبهات استخدامها طويل للأجل ممكن تأثر الفيراباميل أدوية متأثرة عليها زين أهمية فيتامين دي ثري مقارنة بالأنواع الأخرى يعني نعيدنا دي وان و دي تو و دي ثري أهمية دي ثري في الجسم بسبب قدرته على رفع مستويات فيتامين دي بشكل مرحوظ مقارنة مع فيتامين دي اثنين طبعا السبب يعود إلى قدرة الكبد على استقلاف فيتامين دي ثري بشكل مختلف من أجل إنتاج مادة تدعى كالسي فيدول طبعا فيتامين دي ينتج كمية أعلى من مادة الكالسي فيدول مقارنة بفيتامين دي اثنين يعني يفيدنا أكثر هاي المادة تعمل بدورها على الوصول إلى مجرى الدم أسرع من أجل تعزيز مستويات فيتامين دي بالجسم أبرز الأطعمة التي نجي على الشيء اللي الناس ممكن أنه تستفاد منه فيتامين دي ليه زيت السمك أسماك الدهنية مثل السردين سمك السلمون السمك ولوست السمك يعني متوفر عدنا شوية أسعار وغالية عدنا قسمني أريت أن ينزلون من سعر ولو عايجيهم منبغة صفار البيض أيضا يفيدنا الزبدة منتوجات الألبان مهمة جدا من الجدير بالذكر أنه يتم التركيز على تناول فيتامين دي ثمي من خلال مكملات غذائية بشكل أساسي ذلك بعد طبعا هذه لازم استشار الطبيب زين المرضى اللي ممكن يكون عندهم نقص بالكالسة وأيش ممكن أيضا يكون عندهم خصوصا عد الأطفال طوش عندهم بالأشعان وشع مشاكل بالإيدين عدم اكتمال نمو والعظام الطفل ممكن يكون قصير الرأس مالتو من هنا يكون بارز أيضا عنده طبعا العلاج ممكن نطين فيتامين دي هذه كل العلاج باستشار الطبيب يعني قدر الإمكان ما ناخد دواء بدون استشار طبيب لأنه الجرعة مهمة جدا النق اللي عنده نقص نطين جرعة أكثر اللي ما عنده نقص الجرعة المصاب بها اللي هي مثل ما ذكرناها مثل ما ذكرنا أنه استخدام فيتامين دي ما يجوز بدون استشار الطبيب ولكن لدينا شغلات بسيطة قبل ما نستخدم فيتامين دي وهي التعرض للشمس هذه نقطة مهمة أنه الأفضل أنه نتعرض للشمس أفضل وقت عندنا هو بين العشرة الصباح إلى الثلاثة العصر أو الظهر حاليا نحن في الصيف من العشرة إلى الثلاثة الظهر أفضل وقت هذا خلال هذا ممكن 30 دقيقة نتعرض للشمس ممكن لازم الإيدين والرجلين تكون مكشوفة لا يكون لابس ملابس أو تخلينا واقع شيء تعرض 30 دقيقة هذا كل شيء مهم يومين بالأسبوع فقط كافي مرتين بالأسبوع على نص ساعة ما إلا تكون نص ساعة متواصلة ممكن دقيقة دقيقتين خمس دقائق وخلي الطفل يرتاح أو المريض نرجع للفي حتى لا يشتعل الجلد مالته يصاب بحرق الشمس نطلع عمر تلوخ يعني نحن عدنا خمس ساعة خلال هذه الخمس ساعة 30 دقيقة فقط مثل ما قلنا خمسة إلى 30 دقيقة بين العشرة إلى الثلاثة الظهر كل مهمة إضافة أنه ما نخلي دهونات عليها وتكون يبس شفقة بس يشتعل شعل لكن علي طلعت ما حاجة لا تطلع أو المريض تقول والله ما طلع الولد لا يسمع أو البنت ما طلع لا تسود يما ما تسود أنت هي 30 دقيقة ما غير تفرغ شي على دقيقتين ثاثة ما إلا متواصلة لعملها هذه كل تفيد طبعا مثل ما قلنا التغذية مهمة كل لازم يكون مهم السمك البيض هذه الألبان هذه مهمة لدينا فيتامين د وإذا كان أكو نقص اللي الناس اللي ما تشتغي علاجات التعرض للشمس لمدة مثل ما قلنا نصف ساعة أفضل وقت من العشرة إلى 30 دقيقة هاي نقاط كل مهمة يعيد المريض يوميا أو بالأسبوع مرتين حيل بها فائدة تجنب الأدوية اللي تتفاعل مع فيتامين دي مثل ما ذكرناها لأنه هذه ممكن تكون خطرة وتؤدي إلى مشاكل مستقبلية أو تأثر على الدواء نفسه وعلى استجابة الجسم لهذا الدواء بالنسبة للفحوصات اللي نعملها الفحوصات نعمل فحص مال فيتامين دي بالدم النسبة مال لازم تكون أكثر من ثلاثين بين العشرين والثلاثين هذا معرض للإصابة للخطر أكثر من ثلاثين نعتبره طبيعي أقل نعتبره نقص العلاج مال والمريض يستمر على العلاج لمدة ثلاثة أشهر بعد الثلاثة أشهر نعيد الفحص مرت اللخ ونوش هل أنه استجاب أو لا أكو عدة منتجات من فيتامين دي ممكن نستخدمها أرجع وقول استخدام العلاج يجب أن يكون باستشار الطبيب ما يصير نستخدم العلاج بدون استشار طبيب لأنه ممكن يأثر علينا ممكن يصير عندنا مضاعفات زيادة الاستخدام اللي ذكرناها سابقا ممكن يصير عندنا سوء امتصاص فأكو أنواع كثيرة من المنتجات موجودة بالصيدليات استخدمها باستشار الطبيب أفضل حتى لا تأثر علينا كثير من المرضى يجون يقول والله أنا أعظام يتوجعني لأنه عندي نقص فيتامين دي بالفحص يطلع عنه ما عنده نقص أصلا ولكن هذا الألام عدم ممارسة الرياضة شغل البيت سيقول أنا أشتغل والمغة تقول أنا أشتغل بالبيت وأطلع وأنزل صح أنت تطلعين ولكن هذا ما يعتبر الرياضة الرياضة هو أنه نهيئ الجسم لأداء فعالية معينة أو جهد معين يعني الرياضيين يعملون قبل ما يلعبون ليش حتى هي العضلة إحنا قاعدوا من الصباح شغل 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 مدنقر المغة عدتشتغل عدتشطف عدتغسل عدتطبخ تجي ضه عيوجع رقبتها عتوجع عيدها عتوجع فالرياضة مهمة جدا لتهيئة الجسم لأداء جهد معين هذه ستفيدنا إن شاء الله نكون ما أطلنا عليكم شكرا لعمنا المخرج تعبنانو معنا شكرا لإدارة قناة المصلية على هذا البرنامج التوعوي المفيد أدعو زملائي الأطباء مرة أخرى الراغبين بالمشاركة أبواب البرنامج مفتوحة للجميع ما نغيد منكم بغير بس شيء وحد أنه تدعونا لنا والولادنا والأهلنا والجميع والوالدينا قبل كل شيء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة